السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهد جاي النهاردة اتكلمكو على طرق تثبيت الميزان ركز معايا وصحصحيابة عشان هتكلمك في شوية زبد حلوين قوي في تثبيت وزنك وتكون توصل الى حاجة اسمها الرشاقة الى الابد مبدئيا هي بقى دي الغلطة اللي انا وقات فيها مين اللي دخل دي دي غلطة دي غلطة اللي انا وقات فيها خلفي لك يا دكتور انا لو ريتك مين اللي دخل يا فندم انا احريك اتعتيني ما انا احاولك على حاجة انا لو ريتك صورتي لما خصيت 40 كيلو تمام قبل كده و30 كيلو قبل كده ايه ده انت خصيت 40 كيلو او قبل كده مع مين وصلت للمثال مع دكتور شطر اوي دكتور شطر جيردي نروح له ساوي نروح له ساوي انا احريك على حاجة غلطتي الوحيدة وانا بندب عليها اني ما ثبتش ما لسه وخدتها معلثاني كنت لسه حاولها والله لو طلعت لك بيفور وافطر انت هتنبهر شخصيه تاني لا يا شيخ والله عارف يا دكتور بجنب طب ليه ما ثبتش ما ما ثبتش ما رحتش لكتور تاني وما ثبتش وكنت مشي على نظام عادي اه وصحابي قالولي فيه مش عارف ابر بتتاخد وفيه مش عارف ايه بس انا غلطتي ايه ابر ايه لتتتاخدي ايه ابر تثبيت وايه تاني واندوية تثبيت مين عايز يهبت تاني لا فيه ايه انا فعلا غطتي بس مش كررها تاني اه انا هام دوية تاني وحنزل التلاتين كيلو ان انا اتخندهم تاني بس احثبت ببلف ببلف صح هنحطولك بالف ولا ايه مش فاهم انا ايه هنثبت ايه انا تعبت ادخلوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الكوميس الجميل دوت جلت لكم النهاردة عشان اتكلمكم عن تثبيت الوزن مبدئيا اي واحد فيكم معايا في البيت شخص بالاربعين كيلو تلاتين كيلو بيغلط غلطة عمره ويبدأ يأكل تاني ويبدأ يدخن تاني ويتدرك بيه الايام والاسابيع ويبدأ يزيد كيلو كيلو ونص كل اسبوع دون ان لا يشعر فعليك بعض النصائح في هذا الفيديو مهمة جدا رقم واحد رقم واحد متابعة ميزان اسبوعية مش يومية يعني انت مثلا كل يوم خميس بتوزن بتشوف وزنك 80 كيلو يبقى انت كل خميس توزن لقي نفسك 80 كيلو يبقى انت ماشي مدة شهرين فاته ورا صح ساعتها ممكن كل خميس تكافئ نفسك وتاخد حلويات وتدي فاصل زمني للخميس اللي بعده يبقى اذا رقم اتنين لازم تدي فاصل زمني للحلويات مش كل يوم حلويات مش كل يوم سكريات رقم تلاتة اعداء السمنة لازم تعرف ان فيه عدوين خطار جدا اول حاجة عدو خطير جدا وهو خط احمر السكريات والمياه غزية سادة دي حاجة مصيبة جدا تؤدي الى ارتفاع الوزن بطريقة رهيبة جدا لان انتو عارفين انها بتتلو بعدها ارتفاع رهيب في هرمون الانسولين وانتو كلكم معظم السادة السمان بيبقى عندهم مقاومة للانسولين ويودود بيبقى سكر زادة احتاج جسمك فجسمك بيبدأ يحاوله في صورة ايه دهون رقم اتنين العدو الاخطر هو اجتماع النشويات مع الدهون يعني انت بعد ما بتخس باي نظام حرارك بتروح تاكل طبق رز برام يعني انت تخسيب بنظام هرم غذائي خلاص برز مسلوء او خبز اصمر بتروح بقى تاكل بقى افتير مشالتت وبتاكل رز برام فانت بتجمع النشويات مع الدهون فبتدي مصدرين طاقة فالجسم بيهنج منك فمش عارف ايه احرق ايه ولا ايه فبياخد الكاربوهيدريتس النشويات كمصدر سهل الانتاج طاقة ويبدأ يخزن الدهون اذا النشويات لوحدها ليست عدو والدهون بمفردها ليست عدو ولكن اجتماعهم الاسنين معك دون مراعاة النسب يبقى دوة العدو الاكبر اللي حضرتك مفروض تقفله وتبقى انت عامل بالانس ما بينهم مهم جدا انت وصلت المثالي لازم تدخل عنصر الرياضة مهم جدا ان عنصر الرياضة قلتلكو في حلقات كتيرة جدا ان هو بيقلل مقاومة الانسولين وبيساعد دورة كريبس انها تشتغل وجسمك يانتك طاقة وياخد السكر اللي في جسمك اللي انت بتاكله ويتحوله الى طاقة فمهم جدا الرياضة الرياضة واخيرا واخيرا الى احبائي في البيتش السيام المتقطع هدية من عند الله سبحانه وتعالى يا ويا بخت من كان السيام المتقطع ينفعه وطبعا موانع استخدام السيام متوقع انا قلتها في حلقات اخرى رجعوا الحلقات وتصفحوا البيتش وحعملكوا حلقات اخرى عن السيام المتقطع ولكن انا عايز اقوله لكم ان السيام متقطع هو سبب من دمن الاسباب اللي يخليك جسمك في حالة حرق وممكن يسبت وزنك لو انت ايه مقفر شوية نشويات مع سن دهون فاذا حافظوا على سيام متقطع واكسروا الى 12 ساعة عشان هرمون الانسولين يما بيهدى يبدأ الحرق يبدأ يشتغل ودنجا دنجا كده توصل ايه ده رشاقة الى الابد يا رب الحلقة لو عجبتك او عتقف عندك وما تخليش خير يقف عندك شيرها ولو انت جديد معانا في البيتش اعني تنساش تعمل لايك وفولو ولو انت في قناة اليوتيوب فعل الجرس واعمل لايك وقولينا في الكومنت انت بتستفاد من البيتش ولا لا اقولينا انت محتاج حلقات ايه عشان نقدر نو فيها قدر الامكان الفترة الجاية وما تنسوش يا جماعة اجري على الانستجرام اغبط ايه علامة الفولو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة